موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومشاهدين الأكارم في كل مكان أهلا ومرحبا بكم حلقة جديدة برنامج بصراحة أكثر دعودنا دوما موضوعات مختلفة وأيضا مجالات مختلفة ولكن بنتناولة من الجوانب النفسية والاجتماعية أي الراهن السياسي اختصادي ثقافي ولكن بنرجع للظروف الاجتماعية والنفسية التي ترتبت أو ستترتب على الأوضاع المختلفة اليوم سيتكلم عن تحديات الثقافة في مجتمعنا السودان الثقافة هي ذاتها يعني شو مجتمعات ممكن يكون تعرفاتها بتختلف من مجتمع لآخر المجتمع السودان أيضا حصلت فيه كثير من التغيرات عبر الزمان كل فترة والأخرى بنجد أنه في كثير من المتغيرات المختلفة انعكست على طبيعة سلوك المجتمع السوداني بنشوف هذه كظاهرة بتطفو على السطح وتكون ظاهرة اليوم تحديات الثقافة في مجتمعنا السودان يمكن الموضوع ظهر لينا بعد من بارك طبعا لكل الشعب السوداني فوز الموهبة هديل بجائزة تحدي القرارة العربية في دبي وتطبعا فخر لكل السودان وكل السودانيين والسودانيات شوفناهم ظرف الدموع فرحا بفوز هديل وكل الأسر احتبرت هديل هي واحدة من بناتهم واتعاملت معاها بكل مسؤولية وهي كانت فعلا ثفيرة للسودان ولكل الفتيات السودانيات أيضا في الخارج وخلتنا نعيد النظر مرة أخرى لأنه ليه أبنائنا هم بعيدين من فكرة القراءة والثقافة والتثقيف والآباء نفسهم ينصرفوا نوعا ما عن فكرة الاهتمام بتثقيف الأبناء حيشوف جواني مختلفة مع ضيوف متخصصين في المجال دي وحيكلمونا أكثر عن موضوع اليوم سعيدة جدا أرحب معي داخل السوديو والأستاذة حنان عبد الحميد المعروفة بالصحفية أم الضح إعلامية معروفة طبعا مرحباك كثير مرحباك يا رجل مساء الخير مرحباك مساء الخير مرحباك أيضا الأستاذ محمد الخير حامد الكاتب والصحف المعروف مرحباك كثير مرحباك مرحباك أستاذ المشاهدين مرحباك دكتور معز شرفي مرحباك ومساءكم سعيد استشاري نفسي وصاحب داري الله يبارك فيك مبارك لك ومبارك لكل الشعب السوداني وأنفسنا نفوز هديل ممكن أن نكون بعيدين عن التصفيات الأولى والفكرة وكل التحديات الأولى ولكن الفرح عم كل السودان حقيقة هو كل ما ينجح السوداني هو نجح للسودان ويعني إبدع كل فرد السوداني يفترض يأثر إيجابيا على المجتمع السوداني ونتمنى ذلك أنه غالبية الشعب يصبح هديل في كل مكان في كل التخصصات في يميع المجالات إن شاء الله إن شاء الله كل المهات شوفناها برد ويقولوا إن شاء الله هديل بيتي بفكرة الثقافة واهتمامها يعني حتى لما تقول لك منذ الصغر وهي كلها أصلا صغيرة يعني فتقول لك منذ الصغر هي بدأت القراءة بمبارك لك برد ولكل الشعب السوداني الله يبارك لك يا رشاو إن شاء الله بيتي وبيتيك هديل أنا بفتكي لإحساس هديل بالكبر في العمر وبالكبر في الفعل ده ده إحساس رائع إحساس زولة عبقرية يعني فهي زولة متخشة بمعنى الكلمة وزولة واثقة من نفسها جدا وأعتقد إنها هديل حتنفض الغبار عن شريحة كبيرة من البناتاني أفتكر في نفس قوتها وفي نفس جمال وفي نفس استعداد لنا يعني تكون بهذا الجمال فهنا بارك لها وبارك لأسرتها أفتكر إنها حتكون لها شأن إن شاء الله في المستقبل إن شاء الله أستاذ محمد تمتد التبريكات بالتأكيد هو نجاح زي ما قال الدكتور نجاح أي فرد سوداني في أي مجال من المجالات على مستوى إقليمي أو عالمي أو عربي أفريقي حتى صوره معنا سيد محمد يعني مفرحة جدا بيكون عنده تأثير إيجابي جدا على كل المجتمع وخاصة الشريحة بتاعة الأطفال أو الناس في عمره وبيكسب المسابقة دي أو المنافذة دي في السنة الجاية أو السنوات القادمة زخم كبير في السودان باحتبار إنها فازت وبعد ذلك يبقوا عندنا زي تجربة كبيرة الناس ممكن يقتدوا بها بدل الإحباط السنوية نحن ما بينفوز نحن ما بنصل بيكون في زي دافع قوي جدا إنه السنوات القادمة يكون في مشاركة أقوى ومشاركة إن شاء الله نشوف هديل وكم هديل في السنوات الأخرى دار أضيف حية تانية إنه معنا نحن الدكتور نفسه وحيحللينينا تقريبا الحية دي لكن أنا ما بحس إنه أي زول يفوز هو ما عنده سغة كونها هي شاركة بساطة المرحلة دي معناه هي أول حاجة معززة بسغة نفسية وعندها طموح وعندها رغبة في إنها تقدم يسمه وتقدم مساركة وتقدم السودان نحن محتاجين كيف نعزز السغة دي في كل السودانيين بكافة العمار على مستوى الرياضة على مستوى القناة على مستوى الثقافة الكتابية الصحافة العربية على كل الأصعدة حتى على مستوى الإعلام فمحتاجين إنه نحن نقدم في نهاية الحلقة رسائل مهمة جدا لكل الشرائع دي أكيد أود خليها ديل كمان وفوزة دخل الكتير مننا في تحديات في إنه ياخد وقفة مع نفسه هو وين مفوضة عمل شنو أنقص شنو كمان أنا طبعا هعلق على كلام الأستاذ جميل جدا أنا بقول لو مارست كرة الغدم حتى لو لم تنتصر فأنت مارست الرياضة الهدف الأساسي الرياضة فأنت حققت نتيجة بغض النظر عن جهت الأول ولا الثاني الهدف كان الرياضة هديل حققت نجاح حتى لو لو ما كانت انتصرت هي قادت إنه من حقنا أن نقرأ ونشارك وننافس وده هدف سامي جدا أنا بفتكر إنه يعني هديل لقيت أسر رعتها أنا قاعد أقول القراءة المسالة ما مربوطة بالدراسة بقدر ما مربوطة بالتجيع الأسري شفت لها لقاة هي بتتكلم عن والدتها دورة كبيرة جدا فينا توفر لها كتب بتكون هي القدر عمرها وجود المكتب في البيت وأهمية الحاجة دي كان عشان كده نحن نحن نتكلم عن إبداعات الفرد التربية هي اللي بتلعب دور في إبراس كل مواهب الفرد وهي اللي ممكن تقتل طموح الفرد التنشئة التنشئة بتكون شخصية الإنسان التنشئة بتلعب دور كبير جدا في إبداعات الإنسان عشان كده نحن نقول التربية المبنية على السقة دائما أنا في حلقاتي لو أنت بتكون متابعة ماين بتتكلم عن تربية الخوف تربية الزل والعهانة مضرر على شخصية الفرد وعلى توليد القهر والخوف والركون والبعد عن مواجهة المجتمعات فيها رهبة السقة دائما بتتبني من إحساس الأمان بتدي السقة في الزات بتديك روح المشاركة ما نحن نقول في إحساس الأمان بولد الحب وولد المشاركة مش كده؟ فيبقى عندك القدر على الإبداع عندك القدر على المشاركة التربية بتديك يعني بتنمي فيك قدرات كبيرة جدا عيبنا نحن في السودان تربيتنا دائما فيها نقطة وما بتعين لمواهب الطفل بتعين لخلاب الطفل لأي حي يعمله لهدف فتاة خلاب لو يتحرك من مكان وهو مزعج لو دار يعمله حي بيوسخ البيت مش كده؟ ما بيدوه مساحة لتطوير حاجاته عشان يشوفوا هو دار يصل وشنو ميول وشنو ميول وشنو ميول وشنو ميول وشنو ميول وشنو عشان نصخر للوسائل الممكن تخلي يتدرج ويصل دائما دارين نحافظوا على البيت نظيف بغض النظر خصما على الطفل ده ولا لا ونحن بنعمل البيت اللي أنا بزال مش عشان يحتوي أولادنا عشان نوفر لهم مكان يحميهم ويوفر لهم إمكانات لا نحن لبيت عندنا للضيوف مش كده؟ ونقول للطفل مش هلعب في الشارع لكن في نوع كده يا دكتور يعني هسأنا عندي بيتي الموقف ده حصل قبل كم ساعة إن شاء الله طبعات بتلصك في الحيطة فبقول ليها يعني اللي كده بقول لي يا مامو ده ما فني فنان تقومي توريينه ممكن توقي فنان في كراسي أيوة تقومي أنت ما هي أدار تبدأ يحس الفن بعد ذاك نقوم نويها نعدي للسلوك بما إنه عرفنا إنه عندها ميال بتاع فن طيب الفنان ده بيجيب ليه اللوحة واللوحة دي لصك فيها بعدين اللوحة دي بعدين نخدها لك في الحيطة وضنا نصيها للحيطة أيوة بنا قوم نقهر الفن نحن مشكلتنا إنه بنحارب الشخص مش الفن في حد ذاته بنقول ليه أنت أصلا ما بتعرف أنت أصلا ما بتقدر يحب نقول ما بنانتقد السلوك بنانتقد الزات عشان كده الإنسان بيبقى دفاعي حسن لو لاحظنا في سلوكنا كلنا ندفاعين جدا الواحد كان قوليه ها داري هاي طوالي جاهز جاهز مش كده لأنه ما بنعاين للفرد كالشخص نقول ليه التناجح لك يا السلوك ده غلط يقول ليه أنت أصلا ما بتفهم أنت أصلا ما بتعارف كتلت كده خلاص دواب حتى قناستنا عادي أقول ليك أنتش نعرفك طوالي كلام عادي وش كده طيب يعني حديثنا عن هديل سبحانان نخلينا يعني زي ما قلت لدكتور معاس أنه كثير مننا وقف مع نفسه أنه هو عمش شنو مثلا وين هوا من هديل وين أولادنا من هديل مثلا دب خلينا نجي نقوف نجي فلتكلم عن أنه الثقافة نفسها هي شنو يعني عشان أنا خلي طفلتها مثقفة ومثقفة لازم أقرأ عدد كبير من الكتب ولا لازم أعرف شنو عشان يكون في تعريف واضح للثقاف أنا رشاة خيلية ممكن قلت لدكتور معاس قبل ما أخوش على الهواء يعني أنا أفتكير أنه الثقافة هي سلوك سلوك أفراد بيديمع بيصبح سلوك أمة وإمكان المزألة دي إذا نظرنا للتاريخ حبوباتنا ناس كتار مطلقوا القصط العالي من التعليم لكن كانت عندهم القدرة على فهم الحياة فإذا إحنا بيجد عندنا القدرة على فهم الحياة القدرة على التعامل معها أنا أفتكير أنه بنقدر نلبي أجيار المزألة ما مسألة إنه أنا دعلمت ووصلت وين في التعليم وعلى أقتبل بفن الحياة أنا ما قادر أوظفه بشكل كويس فأنا أفتكير زي هذي لدي عندها أسرة قدرت تدعامل مع موهيبتها لأنها قادرة تدعامل وتستوعب حاجاتها قادرة تفهم إنها ممكن توصلة للمقطة دي كيف دون ما تكون المزألة وأنا تخيل إليها مساعة المزألة تحت المنافسة دي ولكن في نياتها في يوم الأيام إنها تصل دبي وتكون في مسابقة بالعاية محمد بن راشد عشان هي كان دي داتك وين هي فليقى تروحها في الحتة دي وظهرت فأنا أفتكير المزألة إحنا ماخدينا السغافة بإينا إنت تعلمت شنو وإنت شغال شنو وإنت شغال وين وتكون علاقتك بالحياة نفسها علاقة مقطعة وعلاقة متأخرة ومتخلفة فأنا أفتكير يعني قزق شنو كسلوك للفرد كسلوك للناس يعني أنا أفتكير إنه الأمهات يكون أو الآباء يكون عندهم القدرة على التعامل مع استيعاب الأجيال اللي هم الجديدة الاستيعاب أبناؤهم القدرة على محاورتهم القدرة على التمازج معاهم القدرة على التساهل مع حاجاتهم استيعابهم عشان أنا أقدر أفهمك لازم أستوعبك فإنت مؤمنك تكون بينه بينك في حاية بتحصد حاية بتحسنين وعايز إنك تطلع جيل منتج وإنت ما قادر يعني أنسا زي بيتك يطوالي قمت هرشتيا قتلا ما تعملي هرشتني هم أفن الحقيقة فالمزألة دي لأما هي جدرة شخصيتك القوية وعملت الحاجة دي حتى هاي البوادر الفن الجواب حايموت فأنا أفتكير إنه نحا دائما ما زألتنا فهمنا للثقافة أنا قاد أقول خطأ إخوانا الثقافة هي سلوك بتاع حياة سلوك بتاعه إنك تقدر تتماشى تقدر تستوعب التدرج الطبيعي الحاصل في الحياة الأجيال دي مراد تكون سابغانة إنك نوحدون شايفيننا إنها خطأ خطأ لأنه هي سابغتنا في حاجات واستوعبت حاجات ممكن تكون أكتر مننا فأنا مفتكرة إنه إحنا لو قدرنا نصل للنقطة دي فيه فوارد كثيرة بنقدر نزوي بعد إن شاء الله إن شاء الله أستاذ محمد النفس المحور كتعرف للثقافة بتتفق معها أستاذ أحران؟ والله بتتفق معها يمكن بنسبة كبيرة جدا بشوف إنه فعلا هي الثقافة ما يصدر من سلوك لكن السلوك بيصدر بها تمنطق وهو السلوك نتاج لترسبات قيمية ترسبات اجتماعية ترسبات من تنشئة الأسرة والمجتمع وكل مع بعض حتى الدين بيكون السقافات يعني ترجعي لجزور السقافة بتلقي الدين مكون أساسي يعني إذا المسلم عارف الشكل بيطلع به والشارع عارف الشكل بيمشي به المدرسة الجامعة كده لما أي حاجة من دي تحصل فيها هزة معناه في إشكال في المكون الأساسي اللي هو الديني القراية أو المذاكرة أو الاطلاع هي واحدة من المواعين الممكن تسغف الإنسان بمعنى أنه تديك معارف معارف سواء كانت معارف عن بلدان يغرافية عن تاريخ عن دين عن معلومات بتكون لكن السقافة ما هي أنا أكون حافظ معلومات كيف أنا تفيدني في أن أقدم بعد ذلك سلوك مقبول بيقول لك فلانا مثقف فهم الناس مربوط بأنه مثقف عنده معلومات يعني تزال عني معلومة بجاوة بدأ طبعا فهم مقلوط لكن السقافة أنك أنت متعلم منفتح مع الآخر قادر تتعامل مع أي موقف قادر تتعامل في عمرك وفي أكبر من عمرك يعني لسا هذه اللي زي ما ذكرت ما قرأت الخمسمائة كتاب الليلة ومشت لشأن تشارك وطبعا مستحيل ذاته لكن هو سلوك قيمي سلوك بتاع تدريب الأسرة من زمان كانت بيجيب لها المجلات نحن ما نعرف السيرة الذاتية لها لكن مؤكد يعني إنه من بدل الصغيرون أو في حول الصغيرين كان بتقرأ مجلات كان بتقرأ بتشاهد التلفزيون مستحيل تكون ما بتشاهد التلفزيون أو ما بتسمع يعني فبتكون كونت صغافتها من مشارب متعددة شي سماعي شي قراءة شي حتى في المدرسة بتكون هي زولة ومهتمة بالقراءة والاستسكار فبتكون في الآخر مجموعة من السلوك أو السلوكيات الكلة مرتبطة بمفاهيم داخلية أنا سمعتليها واحدة من المقاطع التي سألوها سؤال يعني إذا كان في شخص عنده مشاكل ومحبط فمحتاج شنو من الكتب يقرأ إذا كان ما عنده هي أكثر من خمسين كتاب قرأتهم وهذا ماهم كويس فما بتقتلها بهذه السرعة الهجاء وبدبيها تختار أفضل الكتب وتقولهم فده المعيار كان مؤسس جدا لأنه يفهم إن كنت قدر شنو في رأسك في معلومات يعني لو قرأت ثلاثة كتب حتى تقول ثلاثة كتب لكن في عشرات الكتب أفضل منها الزكاة ورضو إنها ذكرت واحد من الكتب والضيف موجود يعني شخصية معروفة وكل كلها جاءة من زكاة ومن معارفة الزكاة زات وحتى الفطرة اللي هي قامت بيها ودعمتها والدتها ولتطلع على الكتب الكبير هل خلاها عندها سرعة البيئة بتأكيد يعني أنا ذكرتنا لكنه ما جراءه بسعني ما جراءه بسعني عشان كده نقول إنه الثقافة كم من المعرفة يؤثر على المعتقد والسلوك والقيم والأخلاق في نقطة يا دكتور مهمة ويا رشا أنا في لحظتها في هديل المزألة ما مسألت القراءة بس المزألة بسألة القوة الشخصية اللي بديتبنت يعني المزألة توقفتها على المسرح ثقاته في نفسها دي مسألة ما بتتقتب السهولة يعني هي لو ما المزألة دي تصنعت ويتعملت ويتروت ما بتبقى بالشكل ده يعني افتكر أي يوم نظمنا بالسلوك التربوي الشغل التربوي الأسس للشخصية دي ودى المساحة حقتها يعني أنا قبل اللي هي السقة السقة دي ما بتجي من فراق السقة دي بتجي من من احترام الآخر وإعطاء المكان للآخر حتى إنه يبرز قدراته يعني دائما القهر وتربية الخوف بتفقد الطفل السقة في ذاته يعني بتطيرها عندنا فعنا الواحد اللي ما يجي يتكلم أسكت ده ما كلام ناس كبار أسكت فبترضى الحكاية من كده وعشان كده دائما لما نجي يتكلم معاك بيقوم بيشاور نفسه مليون مرة يقوله يتكلمه مش كده بيبقى متردد بيبقى قدامك مضطرب وبالتالي السلوك ده بيدعمم على المجتمعات الخارجية كله ما يكبر وحاسة أنا يوميا في العيادات النفسية بشوف كم هاي من الناس بيجي وراحد بيقول لي أخنا شغال لكن مشيت الشغل اللي قيت نفسي قدام الناس ما بقدر وما بقدر وزول خير يجامع ما قادر يعمل ما قادر يقدم نفسه في العمل بشكل ييد يقوم يرجع لي صفرتاني داري أدوى العلاج عشان ينموا الشخصية شكاها بنقول التربية مش قال والدان هو هودان وهو ينصران وفوما الصح والخطأ صحيح إنه كيف أنت تمشي في الحياة دي صح عشان كده أنا قلت الثقافة هي كم من المعرفة يقودك إلى نمو والأخلاق والقيم والسلوك والمعتقدات البتأثر على حياتك والبتأثر على التفاعل مع المجتمعات يعني الأستاذ لما نحسه قال أن الثقافة يخليك أنك تقدر تنفتح أنت لو ما عندك كم من المعرفة والاحتكاك وبناء الشخصية ما تقدر تنفتح بتعليبي سنك لابس لك هدوم وقيافة لكن أنت ما قادر تصرف مش كده مش هتكفل وتقدر توضح لي أنت كم ثقافتك تعاملك مع الآخر قبولك للآخر صحيح صحيح قبول الآخر طيب يعني عشان نوجع الحكاية أكتر فيه سلوكيات معينة بتجم بالأسرة على الطفل بعد كده بتظهر لي أنا بعد كده الطفل ضوح فيه شخصية كلها فيه أمر ممكن تلحك يعني مثلا أنت حيث أنه هو ما في زول ما بتلحك أنا بقول أو يعني الحاجة دي ولا مرتبة على التراكمات بنسبة للطفل ده في عمره معين وتاني خلاص بعد كده مننتظر الحصات ما هو أنت كل ما تأسس تأسس صحيح حتحصت حصات جيد المزألة هي ما قراءة كتب بس زي ما ذكر أي زول ممكن يصير إبداعاته في مجال في زول بحب يقرأ وفي زول ما بحب يقرأ عنده مواهب أخرى ممكن أن نميها المزألة في إتاحة الفرصة للشخص اللي يبرز مواهبه سوى كم يقوله في القراءة ولا في الفن ولا في الإبداع بأي شكل من أشكاله المزألة والحاكسة بس ثقة في الزات وإتاحة الفرصة واحترام الآخر وإحساس الأمان مش كده وشكل المشاركة اكتشاف الحاية نفسها يا دكتور أيوة ما اكتشاف الحاية هو أدي ومجال الحوار معاي هل أنا بتحاور معاه هل أنا باخد ودي معاه عشان أعرف معرفته ناقصه شنو دائر شنو ناقصه شنو ونقول لي زول طير من هنا كرهتنا زي ما قال هذا الأستاذ حسا آسكتت له كلامك الكثير ده نحسن دائما بنحاسب الأطفال كلامهم كثيرة زلتهم كثيرة ما دار النون يتكلم يودقوا عساي لا يتحرك ولا يتكلم ولا يزال لا لا مبرمج أصلا ما ممكن انت تولد لك آلا يعني ده ما بشر يبقى السلوك ده ما بتطور قدرات بل بخلي الشخص يقهر وكثيرين بيجوا يقول لك والله أنا معارف زاته مواهب شنو والامكانات شنو أصلا ما تدوني فرصة زاته تايي تلعب كورا يقول لك قلت هذا بساي تجيب حياتها عملها في البيت ووسختها علينا البيت ما في فرصة انك تتظهر ما قادر تكتشف حياتها كنت بقيت قاع الساي زي ما قال تقرأ بس تحفظو تمتحين وطيار ببغاء بجد ببغاء تقول ما يقوله الآخرون النظام من التعليم ذاته أظن هو تلقيني يعني أكتر من ما هو بجيء مساحة إفراز الموهبة مشكلة كبيرة جدا وبعد ذلك ما بأصل فيك الكاريزمة بتاع التشارك لين؟ لأنه مبني على الخوف والتربية بالعصة ودي واحدة من المشاكل مجرد وجود أستاذ في الفصل شاي العصة معنى قهر للتلاميس معنى عدم إبراز الشخصية العارف ذاته متردد عشان هاي في العقاب لأن العقاب متوقعة انت شاي اللي عصة بفكر في حماية نفسي من العقاب يبقى حابطي كيف أنا بس صمت أتينم كي لا أخطي وزور ما بيتطور لو ما أخطأ مشكلة الخطأ معي صحيح انت الدول المساحة يخطي لي تصحح لا نحن الخطأ عندنا ممنوع الحقيقة خاصة بمجتمعنا بس يا دكتور المجتمعات الثانية شوف أنه نحن فكرة الخطأ ممنوع دي نحن عندنا فالثقافة كبيرة يعني نحاس لو غاررنا الغرب يبدي الطفل المساحة ويقول لي ما لو يتحاوش مجرد أن تخطي مناعة تبديدت المحاولات نحن أصلا المحاولة عندنا مرفوضة لقال لي كأعمل كده من ذاته مشكلة يعني حس البيت لو دخلت المدمخ تتعلم تعمل شاي وكسرت كوباية وما ما بيت وصحح لا المساحة وداني مدخوش 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 من ذاته بنلقي المشكلة لما تجد يتكلم مع الأب والأم يجو يقول لك والله إحنا ما ربونا على كده حصلين وطلعنا كويسين مثلا مختندين هو مقول لك ربونا على كده ونحن ما هو كويسين هو كويس دي شكلها شنو يعني إنك اشتغلت يعني لكن السلوك ده ما كله غلط التحاسب كلك سلو غلطه وده النموذي اللي التحاسب تربيباً خطأ مشكلة ما كلهم قالوا هذا ما وجدنا عليه أباونا ما كانوا شايفين في كارثة وإنت لو قلت لأبوك التغلط ما في شاكلك برضو صحيح بتجاوز للحدود صحيح فده من الخطر أنا أريح أن أقول أدي مساحة للطفل شارك الطفل يعني مشكلة واجعل أمركم شورها بيننا الشورة دي بتجي من التربية من تحت بتكسب السقة في الزاد والشورة بين الأب والأبناء بتعمل شنو بتخليك تعارف طفلك مدى قدرته في المعرفة بيفهم شنو ما بيفهم شنو لأنه بتحاور معاك وبيأخذ يدي بتعرف قدرته الفكرية وبتعرف التناقص شنو ومفروض تدي شنو لكن لما انتمنع الحوار ويكون خايف منك وما قادر يناقش انت ما عارف عنه حاجة انت بتشوفه في نظرك مؤدب لأنه لازم الصمت قدامك صمت قدامك وده السلوك بعلم النفاق في وجودك أنا صامت وفي غيابك أنا شكلي آخر وبيقى عندنا حس المدير فيه تشتغل المدير ما في شو ما هو ده السلوك التربوي أنا بأقول السلوك التربوي لا يعني السلوك الأكاديمي في فرق بين البنقراو في المدرسة وبين التربية بتاعت الشخصية ناس فاكرين النجاح عند الإنسان هو مربوط بالنجاح المدرسي الأكاديمي النجاح عند الإنسان مربوط بالشخصية وفي ناس ما قروا أكاديميا ونجحوا في الحياة وعقبوا مكان والتاريخ يذكرهم وفي طالب الأول يعمعاتوا عملوا دكتورة وليست لهم وجود في الحياة لأن الشخصيته ضعيفة ليست له تأثير يبقى المزألة إذا صادف شخصي بشخصية ناجحة ناضية مع أكاديميات ناجحة الآن تحدينا نتائج خرافية مش كده وإنتوا حسنوا تقولوا القلم مبزيل يبقى البلم ده جاي من وين هل من عدم القراية من الشخصية مش كده فعنحنا دائما بنربي شخصية لو عيننا لكل الأديان بتربي شخصية ما تكلمت عن تخصصات أكاديمية تنجح الشخصية ونجح الإنسان طيب أستاذ حنان أحياناً بيكون فيه فرد ما محظوظ مثلاً ما لقى أفراد مثلاً ندعموه كأسراك أصدقائك وغيره الاطلاع بيجي هنا والقرامة خليلية بتدي دور فينا توجه يعني ممكن يكون هو دعم نفسه بكل الأشياء والتفاصيل الاجتماعية والنفسية ذكرها دكتور معاس ونوعاً ما خليل لو لاحظ فيه الناس بعدت شوية من الاطلاع والقراءة يعني ما زي زمان أو ممكن بشكل القراءة اختلف بيقى تلفون بيقى شاشة بيقى غير فلأي مدل الحاجة دي أو لطلاع ممكن يدعم الشخصية ويعدل من السلوخ الناس يعرفها ما بيعدت شوية الناس بيعدت كتير يعني أنا الجيل الحالي ده تقريباً أكاد أجزهم إنه أكثرهم عشان ما أظلم الغالبية منهم ما عندهم علاقة بالاطلاع بالكتب أو ما عندهم زمن لها وما عندهم خلق لها يعني ما في واحد بيقدر يشيل كتاب من 400 صفح عشان يقدر زي نحن ما زباب بنعمل قطة الورقة ونفصل وكده بيقى المسألة بالنسبة لهم التلفونات دي لأنه بيطلقوا المعلومة سريع وبيقت الكارسة إنه هم بيطلقوا المعلومة من منه لأنه زمان الكتاب ده معروف إنه ألفوا دكتور فلان الفلان إن برجعته كده وأنا بقدر أكون عارفة أيدولوجيته الفكرية وشو لكن الآن بيقى الشباب بيتلقوا المعلومة من مصادر مجهولة دي الخطورة في المزألة فأنا بفتكر إنه إحنا محتاجين إحنا في المزألة تبقى مزألة بتاع سياسة دولة إنه من داخل المدارس نعيد المكتب المدرسية أنا بفتكر المكتب المدرسية زمان كنا بنكتب ويقول نلخص وعملوا ليها تاني ملخص للقصة وكده دي البنة أنا بفتكر معظم ممكن يكون الأجيال الفاتد دي إذا كان فيها شوية رقشة من المزألة دي فأنا بفتكر إنه المكتب المدرسي مهم جدا ضروري جدا الحصة تحت نطلع مهمة جدا المراشد عهومة المراشد الحصة تحت النشاط الأدبي اللي كان فيها الإنشة الشفاهية اللي بيقوم الواحد علمنا كل رفن الخطابة والحياة دي أنا بفتكر دي مهمة فأنا بفتكر بعد دي المزألة مزألة نحن في عهد بتاع تغيير نبتدين نراجع على الأشياء دي ما نحتمل على مزألة الأسرة بس لأنه ما كل الأسرة ذاتة عندها القدرة علينا توفر الكتاب الكتاب ذاته ما بيجوا بمبلغ فلاي ما نوفره أنا في المدرسة توفره المدرسة توفره الدولة للشباب الدور كون تكامل ما بين الأسرة والمدرسة أستاذ محمد يعني نفس المحور في إنه الاطلاع والقراءة ممكن تجي بعد كده تدعم سلوكيات ممكن الفرد ما يكون لجاهة في الأسرة أو في المجتمع المحباوي يعني فالبعد عنها كمان مشكلة وكارثة جميل أنا بضيف لكلامة الأستاذة غير إنه دخلت مصادر بتدي معلومات وبقت مجهولة الإنترنت والأطصاب والوسائط الجديدة كلها بقول إنه هو الموضوع الأساسي معين الثوافة زي ما ذكرنا هي المحتقدات والدين والأسرة والمجتمع بالإضافة للجانب التعليمي يعني يمكن يكون المسجد عنده برضو دور لكن دوره ما بالمستوى الأساس يعني لأنه الأطفال ما من صغار كلهم بيمشوا المسجد يعني بيمشوا في فترة محددة الغالب كدولة نحن على اللقاء لدينا نسبة كبيرة جدا من التلاميذ بيخش في النظام المدرسي يعني فبتبقى المزئولية كبيرة على وزارة التربية والتعليم من سنة أولى أو من السابق بيخش من الروضة فالمناهج المفروض تكون برضو هي فيها يعني القيمة الأساسية فيها الحاجات المطلوبة كلها لتقوية المجتمع وليتقوية فرد صالح ممكن يفيد الوطن ممكن يفيد بلد ممكن يفيد أسرته ممكن يفيد كل القطاعات اللي هو في الآخر منضوء أن يكون واحد من الناس الفاعلين فيها فالجانب ده بيلقي بيدور كبير جدا على وزارة الثقافة وعلى وزارة التربية والتعليم من البداية فإذا كان نحن مسكنا الطالب ده بيقرأ كم سنة يعني شوف بيقرأ من أساس لو قلنا أو من قبل الأساس قبل الأساس برافق ثلاثة عند الثالث ثلاثة ثلاثة أيوة يعني السنوات دي كافي جدا فإنها توصل الطالب ده حتى لو طلع من المدرسة في فترة ما بنقول لي فاق التربية بعد ذلك حيكون عرف العربي وعرف الإنجليزي وعرف الدين وعرف السلوك الاجتماعي القويم وعرف القيم كلها وتشبع بها وعرف حتى الثقافات المحلية ليه ما يكون في مناهينا مثلا في مثلا اللهجة المحلية أو شعر عامي أو يعني ثقافات محلية لأنه سعادي جدا تلقى واحد في الجامعة ممكن تسأله عن أي معلومة في السوداء ما يعرفها الدليل اللي يكيد إنه هي ما مضمنة في المقرر لو هي مضمنة كان غصلة المعلومة حتى لو ما حبيها بتكون عندها معلومة أنا أضيف حاجة مهمة أقضعك صغير أنت عارف أن عندي طلبة بتاعين جامعة في السنة الأخيرة يوم أنا بدأ رئيسكم تقلت اليوم التسويق في الجرط تلقى في الجليد ما فيهمني ما فيهمني أي زول بيجي تزالوا انت رايك شنو في المسأل الواحد يقول لي كريدي لبيت السمحة واحد يقول لي كريدي كلهم ما يعرفون هذه الناس جامعين يعني أسألوا في مادة بساكة أمثال شعبية كافية لإنه توصل لأنه حيقروه بأستاذ وبتصير حيصل حتصل يعني على اللقاء تفنسبة كبيرة في زمن سابق ما كانوا المحتاجين أصلا إنه الناس تقروا في المناهج يعني موجود في الحياة معنا الحاجة دي اختفت من الحياة ما موجودة ما لأن الحياة تغيرت بيقى فيها يعني وارد كتير بيقى فيه ثقافات واردة ووافدة وغاندي عنده مقولة معروفة بيقول سأفتح نافذتي في وجه كل الثقافات بشرط يا الله تختلعني من جزهري يعني نحن حصلين العكس يعني إنت ماسك الواتساب بتجيك كمية من الحياة من الخارج بعد فترة بتي تلقى إنت عرفت الجزء كبير من البر والداخل ما عرفته زي ما قال الدكتور يعني في المدينة هنا ومقعدين مشوريف حتى يعرفوا إنه ما يدور حول بيئتهم وده برضو بيمكن يدلل على حية تانية إنه دور الأسرة قل في مقابل الخارجي يعني الأسرة الأب والأم كل الشباب السالون ده المؤقد عارفين المسألة لكن قد ما يكون جز زمن خلوهم يتمنى سمع وعبطة دولة الحوار الحوار بين الكبار والصغار داخل البيت قل كثير جدا والأب أصبح مشغولة الآن ما بتواجد زمن صين التلغطة كان بتحيل مشكلة كبيرة بنتوأ الناس فيها يعني كانت هي منتدى ثقافية أكتر من وجبة مشكلة الآن ما في ما في حسن حبوبة بتحجيها دكتور ما في حبوبة 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 الفاتينات حبوبة 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 ما فاضي حبوبة 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 لسه يعني هو نحن لازم ندي مساحة يعني حتى نحن لو دارين نقلد الحضارة العول لما الحضارة الغربية الغربين قاعدين بدأوا أطفالهم مساحة معهم تحي وبتدوم وكت خاص وبالعبوا ما بلعبوا معهم وبالعبوا معهم وبالعبوا هل أنه نحن عندنا وقت لأولادهم لا نحن كل بيقول لك أنا ما فاضي أيوة شايفين أنه حاجة سانوية ما مهمة أصلا أيوة كارثة ذاتك وأنه أنت بتتزوج وتجيب أولاد وحاس أنك ما عندك وقت لهم بجريمة انت أصلا متتزوج لهم وقت أصلا ما عندك وقت يقول لك لا لا يعني أنه رفاهيات ما في بعد اجتماعه نفسي لأنه الحاجة دي لا يمدى ممكن بلعكس على الأساس مع أولادي رفاهيات والأساسيات أنت مش بتقوله ليس بالخبز وحده ويا هذا الإنسان المزألة ما أجيب لهم أكل بس المزألة أنا قاعد أقول لو أنت بتطلع عشان تجيب 100 جنيه أطلع جيب 75 بس مرات يا دكتور مع الظروف الاقتصادية في البلد أنت عارب براك الحال يعني حتى الأب بيجي منهج وتعبان وشايل هموم الدنيا وجايب المواصلات فما في وكتين عشان أنا بجر أنت سمعني أنا قلت شنون لو أنا بطلع عشان أجيب 100 جنيه أطلع أجيب 75 وخلي 25 ده للبيت الفضل المزألة ما أكل بس بالأهمية لا أنا قصدين وفي ضغوطات يعني ما أنا قصدين إذا أنا هي قصدة إنه الفرصة بتاعت 75 ده زعت ما قادر يعمل إذا أنت هجيب أولاد وما هتديهم مساحة في حياتك مهما تأكلهم هتقودوا للفشل وحينحرفوا مش كده وإنك التمام موجود وإنت تعبق ده كله حيضيع حتى يفي النهاية تاني عشان تقعد معامل عالج في المشاكل مش حقيقة نقول لك والله فترة كده أنا كنت مشغول عنه لكن فيما ندر يجي شخصي يحسي بها بالطريقة دي يا دكتور يعني دائما الناس بس يعني تكون جانبا لقمت العيش ما هوان إحنا لو ما خططنا لحياتنا يبقى الحياة دي زاتا فايدة شوية يعني يعني إحنا ماما ما بنمشي في الحياة دي ساكت ما إنت مما فكرت تزوج عارف عندك أولاد وعندك دور ما دي الكلام اللي أنا حرج يعني ثاني لتربيتنا وثقافتنا إنت تقبر تجيب قروش عملت قروش مفروض تعرس لحد يتعرس دي التواقف بعد ما تتعرس المحصة شنو ما عرف ما في تربية ما بعد ذلك التربية إنك تقبر تجيب قروش تعرس في انتهي اليوم بمراسم الحفل بعد ذلك المشاكل في المناسبات بيقول لك يا أخي إن شاء الله عريس السنة جاية بعد تعرس دي طوالب بيقول لك إن شاء الله تحجي بس حيث من عرس وراء ما بقى هلوك في الدور ما بعد الزواج الناس ما حسا حافظين الزواج وحسا كله بيت لو عندنا لا اخراجوا والزواج ده جزء منهم مهمية تفاصيل لكن ما بعد ذلك هي ما جهزة لهم بعد ذلك طوالب نقول لك حتورطنا مش كده لمرحلة محددة شكلية بس يا دكتور زمان القشر كامل تلعب يعني بدينا ما تكون عاية تزوج عندها خالتها حبوبتها بتوصيها ولا يا بدي راجل اكدب فيه والما في عيشي معاه كده أستيقران ده ما عفت حسا بيقول لك الرائل بيت والرائل حاية والرائل ده ما توري عند الجروش والرائل مدخل الموضوع بيجاماتي الموضوع بيجاماتي مش كده وأنا قاعد أقول حياة الكم زمان الضاحي يعني في إنه إن عكست على حياة نبيعة الوصائزات بتختلف يعني تغيرت حين لو جينا نعجشنا الظروف الاقتصادية حنلقى نحن ذاتنا هي غيرت سلوكيات هي سلوكياتنا ذات الجزء من مشكلة الظروف الاقتصادية صحيح حال غا مرتبطة ببعض هي حال غا مرتبطة ببعض فهم الإنتاج فهم المعرفة فهم التعامل ده كل والتمركز حول الآن والأنانية وانحن لو رجعنا للشخصية حنلقى أنه التداهر الاقتصادي وروسلوا كالفرد والاحتمادية برضو بين الأسرة أصلا وروسلوا كالفرد فلو ما عدنا الثقافة دي حنظر نحن تحت ظروف اقتصادية فيها مشاكل يعني صورة صناعية حصلت في أربا كيف غيروا تركيبة المجتمع وسقافته ما لاتني أنا عايزين حركة بتاعة وعي كبير جدا شارك فعلي اللعن تشارك فعلي وانحن لو ما استهدفنا الفرد والمواطن بشكله المباشر ما حيصل تحول نحن حسما نخاش كله حول السياسات طيب الفرد وين الشعب وين السياسات التنموية زراعة وصناعة طيب والناس اللي يزرعوا دي لو قسطوا انت اهتمت بهم دربتهم أهلتهم غيرت مفاهيم انت خطة تقدم حتنجح لأن الكادر البشري أنا بقول أهم مورد في التطور الفرد هو الأساس هو العمودة الفقري لكل التطور ماش يبقى انت أول حي تحتمى بهم غير كده التطور بيبقى مشكلة مهما خطيت من خطط والأفراد ما موهلين انت بحتى عمل حاجة صحيح ولح يجي واحد من بره يعمل لك خطط يقضي وأهو حس زي اللي نحن حس قاعدين نشوفه ايو مستثمرين ايانب ايو معارف ايانب يشتغلوا في السودان ليل بيجي من بره بيشتغل كده وبيمشي وعنده مكانه وبيفتح له طيب نحن ما كنا عارفين الحاجات ده ممكن تدعم طيب دكتور ليل مقابل الجوه مش يشتغل بره كويس نحن نقصين سيستيم هل سيستيم موجود لكن نرجع عليه سلوك الفرد ذاته في تكسير السيستيم ما نحن كغوانين بين خطة نحن أنا مره بظهر في واحد في الامور المتحدة بره السودان بيقول لي انتو جابوكم في الدول بتاعت الكورروشن قمت قلت لي يعني نحن يعني نحن فاسدين قال ليتو هساتكم جميل الصف بيكون واحد بتقول ليت تعال ليه هناك ده ما ده قريبك وده أخوك منحنا مجتمع علاقات مش كده وده الفريق في الدول الشرقية كلها يعني عملت جامعة أمريكية بحث عن التفكير بتاع الغرب والتفكير بتاع الشرقيين قامت جابت في الجامعات صور لقريد وموزة وتفاحة الشرقيين في جامعاتهم قالوا لقريد أكل الموزة والدول الغربين قالوا لقريد والأسد حيوانات والموز نبات تفكير نحن بندرس العلاقات مقصد نفاق الصحيحة العلمية فلحظي ده أدخالتك وده أدعمك مع قريبية يعني حخلي واقف الصف وحببت عليه بالباب الوراء طيب حقوق لاصل الصف ده حتمشي وين إذا ده قريبية وده صحبي وده جائنية بيتوصية الشغل كله الكوربشن هنا علاقات صح أو ده كسر السيستيم السيستيم موضوع لكن الكسر منه سلوك الفرد يبقى دي الكارثة نحن نحن ما عندنا مشكلة وضع غوانين ولا استراتيجية لكنه عارف إنه هناك حاسب وما في شخص يسأله عشان عندنا سلوك الفرد بأسر على السيستيم السيستيم بنضع في اجتماعات بنضعه لكن اللي بيقدر يلتزل بنفزه البحاسب منه لما السيستيم دا يتكسر ما يلا ما بره في محاسبة لأكيه لما في محاسبة هم برضو الأفراد الأفراد وغير التربية أنا داري قولك حاية أنا وإنتي وقاعدين في مكتب واحد وعند أنا غانون لكن لمنية واختك أنا حب نكسر الغانون عشان رشان مشكلة وإنتي لمنية إني قريبة حتكسر الغانون وبيبقى طبعا طبعا نقبل عائل الموضوع ندوه جانب يعني إيجابي إنه كمان نحن عاطفيين ندخل لي في التعامل يعني أنا حسى وريتك العلاقة أنا أقبل وريتك الاختبار جاب العلاقات الإنسانية أكتر من النظم والحق الحق إحنا ما بنعائل للحق بنعائل للعلاقة لكن بيني وبيني أنا حسى لو جاني قريبي ولا جاني أخوي في مكان العمل وأنا كنت بعمل في خدمات لو ما خدمته ولو وقفته في الصفر يجعل حلتك أيها مشكلة 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 ودائما حسب تجيقى مشاكلنا في مجتمعاتنا والله في لان ده ما بيخدم أصلا لأنه بيحترم السيستيم ده بيبقى منبوز في العائلة مشكلة طيب يا دكتور إذا كان دي الأفراد يعني معلش مداخل لو تجياروا بنحضل بتاعت مثلا زي ماليزيا بتلقى إنه القائد هو نزل يعني جمعة تير محمد وبدأ نهضة اقتصادية تبعت نهضة اجتماعية وكذا يعني التغيير بدأ من فوق إذا كان الفرد عندنا نفسه في السودان كنموزج بنشوف إنه ما دار يتغير يعني هو طبعا المجتمع بيأثر في الفرد عموما يعني لو أنت مشيت زي ما قلت تبرر السودان في أي دولة بتلقى نفسك يغمسل في المجتمع سواء كان خليجي أو أوروبية أو حتى أفريغي في السودان لأنه الأفراد كلهم مشبعين والمجتمع مشبع بيحصل التوافق بين الاتنين اللي هو على الخطأ يعني الخطأ ضد الغانون الخطأ الاجتماعي وكذا لو نظرنا لتجربة ماليزيا مدى ممكن إمكانية التطبيقه في السودان ممكن لكن عندنا مشكلة نحن نحن عندنا نموزج السلطة ولابو الدكتاتور الفرد مربع على الأنا ما الآخر ماذا كده؟ النموزج السلطة ولابو الدكتاتور الفرد واحد دار يقودها البيت كله يدي الأوامر ما في مشاركة ما في شورة ما في الناس كلها بتخدمه في وجوده بيجيبوا الموية وبيجيبوا الشاي وا 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 وهو راقد في السرير ما بعلم النموزج الاعتماد على الزاد بعلم الاتقالية للأطفال دي لأنه هو راقد وهم بيخدموا فيه لما نكبر وكلهم دائرين ناس يخدمون ما هو كان قدامهم بيقوا مش يخسل كوبايته عشان الأولاد ديل لما نأيه أحد يشربه يمش يخسل كوبايته مش كده؟ ودي الكارثة الكبرى ديل لما نكبره حيما سليسلو كالفرد حس الأبو في البيت لو الولد قل أبوي كلامه غلط هرد بيكون شنو؟ قال الأدب قال الأدب ما بيكبر منه نقاش في حين أنه ممكن يكون كلام الولد صح صحيح لكن ما حاور ولا دار يعرف يعني الآن دي بتخلي إنه ما في تغيير من السلطة فوق عشان الفرد لما نقوم يكبر على سلوك التمركس حول الزات وتعلم الأرانية ما بيكبر رأي الآخر بيبقى عندك مشكلة عشان أنت تزرع فيه رأي جديد وفكري جديد هو ما بتقبله هو دفاع دائما هو ذاته حس في السودان لو جينا جبنا رأي جديد أول حاية مش بيشوفوا الفكرة هشنو قولك هده ذاته منه مش الفكرة هشنو أساس الموضوع زغر أيوة ما الموضوع ما السلوك صحي انت أول حيب حادثنا شخص عشان كلا ما دابرين متحرك يا دكتور ولا ما في شخص بابر الدبا من الأحر لو ما غيرنا من سلوكيات وتركيبة سلوك الفرد حتظل عندنا مشاكل قبول الآخر احترام السيستيم مش كده الآداء في ذاته جزء من كلام دي دكتور رسائل هسر الناس أيو ما ده جزء مهم جدا المزألة من الناس مرات بترمي شماعاتها كلها في حكومة فهنو الحكومة دي زاتة من نفس الشعب وادخالتك وادعمي وهم نفس السلوك وإنت لو أدوك الحكومة زاتك حتمارس نفس المفاهيم الاجتماعية إبقى أحمد وحاج أحمد واجهل عملة واحدة مش كده إبقى رحب ننتقد الآخر ولو خدتوك حتمارس نفس السلوك وإنت ما حاسش معنى إحنا بقينا عندنا مشاكل ما شايفنا لنا بقي جزء من ثقافتنا اليومية ما شايف ده خطأ انت شايف ده عادي والله يعني قريب والله خدمتو لخدمة فخري مش لكن ما عارف ده خصما على نزول تاني على مجتمع ما قادر تحس الحياة دي انت شايف ده إنجاز تحسوا أنه صعب الحياة دي تغيير لكن ستتبع مع هلا ما هو لازم أن إحنا يجمع نواجها الحقائق الناس دي لعشان يتطوروا بدوا بتعديل سلوك المجتمعات بوضع قوانين صارمة نحن يتحسوا لو دارت حاسب زول مليون واسطة بطيق طبعا صح؟ صح؟ ولو قمت طبقت الغانون بيقاطعوك إتت زاتك بيعزلوك من المجتمع مش تبقى إتت في حيرة ما بين أهلك أبوك زاته بيجيبو لك واسطة أبوك بيجيبو لك واسطة الواحد زاته يخاف يقول كلمة الحق ما هي تبقى كارثة معنا تبقى العلاقات بيتبقى لينا كارثة الحق يسود يعني إحنا عندنا لدين إسلامي هل سيدنا قال لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعة محمد يدعم يبقى ما دار هنا زور الحق يقول لنا عارفين تخيل يعني دكتور بلقي إنه أغلب الناس عارفين أنه كان التنفيذ زي ما تقيل أرض الواحد أكبر كارثة زي ما قال قبيلة المسألة لا تكمن في المعرفة المسألة في تطبيق تطبيق ما تعرف التطور الآن اللي أنا بتكلم عنه ما المعرفة تطبيق ما تعرف إذا أنت بتعرف كثير وما بتطبيق يبقى معرفتك فايداته شو مم ما يدعم أنا بقيسك حسن إحنا مشي دول تاني يجي الواحد فرحان يقول لك والله الشعبي راغي خلاص والله الشعبي دا يعني متطور بشكل هو شاف شنو شاف التطبيق صحيح نحنا بنتحور معه نقول له والله نحنا في ثقافتنا عندنا نفس الأفكار دي لكن لما نيجي يشوف التطبيق ما في يبقى الفايدة شو طيب أنت مجتمع واجف فما لم نواجه الحقائق لا نستطيع أن نتطور طيب في جهة تاني برضو إضافة لك سؤال ولا إجابة يا أستاذ محمد لا إضافة لكلامه إنه إنه نحنا كمجتمع بنعطل 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 يعني الإنتاج بطريقة غير مباشرة يعني مثلا أضرب لك مثال بسيط شخص زي ما هو قبل ذكر عنده ميول بتاعة فنون مثلا بيجي في وسرته يا أخي تعمل بها شين واحد تشتغل وين بتاع أو زول عنده اهتمام بالإعلام وجاب 95 حيقول لي يا أخي تعمل بها أقرأ هندسة الضول اللي حيقرأ لو تابعنا مسار ومشينا عمى الناس يحصيانا متأكد حنلقى نسبة كبيرة جدا قرأ هندسة وبعد قرأ هندسة خطى القلم ومشار شعر لي حاجة تانية أغلبهم لا يعني أغلبهم لا يعني أغلبهم لأنه ممكن يكون هو شطار جدا ويحبوا الإعلام لكن وجهتهم لطب أو وجهتهم لهندسة أو وجهتهم أنا مثلا درستي اقتصاد جامعة الخرطوم ودرستها برغبة يعني كنت بكتبها أول رغبة لأي ما ما في زول أجبرني عليها لكن بذكر الضغوط لأنه أدرس طب والحمد لله أفضل الضغوط دي مستيبت لا نهاية لأنه ما كان عندي رغبة في الطب ولازل تمانا دمان عن الحقيقة فلو قررت طب كنت حامشي الإعلام أو حامشي أبقى الكاتب أو 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 في الله كم من الأشخاص بالنسبة للسودان إذا مسقنا الأجيال كلها من أول للسودان والثاني يعني عدد كبير جدا أنا متخيل لي أنهم قروا كليات كلها بضغوط أسرية اجتماعية وفي النهاية ما استفيدنا منهم لأنه زول ما قرأ أنت قبل زكرتها ما قرأ برغبة حينتت كيف يعني أو حيفيدنا كيف دار الله في إسبانيا زول شغال في مصنع بتاع السيارات برسم الدزاين بتاع العربات ده وبيأخذ 25 ألف دولار فبتولنا سمعاه وخشاب صغير قال لنا كنت بقرأ طيب في جامعة الخرطوم ومن الريف وجي جامعة الخرطوم وهما كان دائر طيب داري خوش كل التلفون ونقال لها تقرأ طيب يا ما بنا ندفع عليك ولا بنا وديك ذاته قام جي جامعة في سنة أولى إذ علم الدريبات ما عنده رغبة في الطيب مش أطلع لي جوازه وبتاع كان في كاس العالم في إيطاليا ولا وين قام طلع مشى هناك وهلو ما عارفين وبيقولوا فتشوا عنه وشارد ومشى دخل إسبانيا واشتغل عامل ولحد ما مشى قدم لكل التلفون ونوشعله فبيحكي لي عن تجربته إنو شعله ودرس أولة وثانية وثالثة وكان من المتفوغين في الكلية قاموا ناس الشركة دي دائرين ناس بتاع ديزاينر قاموا رشحو ناس الجامعة فقاموا شغالوا شغالوا معاهم بيقوا طالبوا شغال بيرسم لما يتخرج يستوعبوا بيقوا مرتبوا قل لي لما بقيت أرسل لي هالي قروش حتى بقيت أقدر أتواصل معاهم زمان قاطع على قتل إنو أبوي صعب قل لي بعد دا قبلت لهم بيت في الخرطوم ورحلهم جو الخرطوم بعد دا بقدر يجي السودان لأنو عمل لهم بيت طابغين فقل لي ناس حلتنا قاموا بالعربات وبتاعم لله كرامة فبقول لي ما شاء الله ولدك ما قصر عليه منكم يعني عمل لكم قال له والله ما قصر بس كله كان قرر إلينا الطب بردو وصد صرار شديد فالفكرة سابتة يعني صحيح مفهوم ما تغير ما لأننا مفهوم مادة الطب وهندسة دل الزمان بيجيبوا غروش باقي العلوم دي ما زات وجود فهن ويزول يبدع في مياله مياله بيب صحيح ما في أي فريد صحيح ما في أي فريد نعم أستاذ الحرام برضو حديث عن السلوكيات اللي ذكرها دكتور معاز وذكرها أستاذ محمد ونعملت كلها عن السلوكيات ممكن تكون كانت موجودة واختفت أو ما موجودة البساطة التساهل التكافر الكبير الواضح الدولة المصغرة اللي احنا شفناها في القيادة العامة من خلال شباب السلوكيات ما كانت ظاهرة لكن لما تجمعوا في مكان واحد ظهرت لينا الحاجة دي بيبقى السؤال في أنه أهل الثقافات الجميلة اللي كانت موجودة بكل تفاصيل المعنوية والمادية هي موجودة في مجتمعنا ولكن الظروف تغض عليها والهي ما موجودة ولكن دي كانت حالة ووضع معين خلال شكل الجميل دي يصهر لنا في القيادة أنا أدريه هرشا أهل الغيادة دي كان نموذج نموذج أنا دائما قاعد أقول طلع أجمل ما في السودانيين لأنه كان عندهم خاتين هدف وخاتين دافع ده خلينا طوال مباشرة نقول والله أي زول لو خدت هدف ودافع بحق حاجاته بالشكل الجميل فنحن بدلين الشباب الآن محتاجين لهدف أو محتاجين لغاية دخلت لهم هدف نحن محتاجين وكان أنا قاعد أقوله حتى مرات في كتاباتي بقول والله إحنا عشان نقدر نطلع من أجمل ما في الشباب السوداني ده ونطلع أجمل ما في المنتمع السوداني خلوا القيادات خلوا الدولة تعملينا هدف تعملينا مشروع وطني تقولوا للناس تقول لهم والله إحنا عايزين نعمل كده وتشوف الناس بتعمل الشروع لكن ما قدر أخلوا من الناس والناس مراحرة حقاعد في البيوت أقول لهم والله إنتوا أخلقوا حالة بتاع الجمال زين حصلت في البيادة لأنه هم صنعوا الحاجة لأنهم كانوا نفسهم هم كانوا عندهم هدف إنهم مش عايزين يحققوا الحاجة اللي عايزين هقوله إنهم يزيحوا النظام إنهم يحصلوا التغيير فقدروا يصنعوا الحاجة دي قدروا يطلعوا الحاجة الجميلة فيهم عشان نصلوا له هدفهم طبع عشان إحنا نقدر نطلع على الحاجة دي إنت يا دولة يا حكومة يا رئاسة أعملنا مشروع وطني ولينا هدف للشباب دي يقول لهم والله أعملوا الحاجة دي حتلقون تلغائين لتفرحوا للحاجة دي فأنا بدلين إحنا مفتهجين لمشروع وطني قدر يطلع على الخلاصة الجميلة فينا أما مثل تلبساتة دي فموجودة برا لو طلعنا على الجهة الشمالية مشينا بدني مشينا كوندفان مشينا دارفور حاجة دي موجودة أنا مفتكرة ما بعد كتير في ممكن تكون المدنية هي الغبشة المسائل فده ده أسل ده ده يمكن يكون الإجابة للسؤال ليه الحقيقة اللي حصلت في الغيادة بقيت ما في المتبع ما في أنا قاد أقول والله الشباب ده ده كان حالة متفردة لأنه عايز عمل شي فألوكم الله الشباب ده اللي عمولوهم شي عملو عشان تقدروا تتكرروا نفس نفسك بالضبط أساس محمد يأضافه برضو برضو شفنا إنه ما عندك تعايشي لحق المواصلات تعال خط يعني التكاتف ما عنده حد ما عنده حدود يعني وده نحن العايزين له في مجتمعاتنا الحالية يعني جميل هو حقيقي كان في صدق قبل ما يكون فيه التكاتف يعني الصدق والأمانة في المواقف يعني زي ما قلت بتلقى الصندوق وفيه القروف انت ممكن تخد وممكن تشيل مفزول خايفي مفزول خايفي مفزول ديسالك حتى لو شيلتها وانت صادق مع روحك يعني وذاته مفزول بيكون عنده قروش بيشيل اللي عنده بخطوة ما عنده يشيل لأنه الفكرة هي فكرة التكافل لكن جواها صدق حقيقي ودوافع ورغبة حقيقية من الناس زي ما ذكرت الأستاذة كان فيه اتفاق واتحاد نحن هدف محدد ده بيدل عليه إنه الشعب السوداني أو أنا باتفق معاه في إنه في الأرياف الحاجة دي شبه عادية يعني أو ممكن تكون عادية لكن في المدن اختفت لكن الظهر فيها إنه ناس المدن يا أستاذة هم ذات مطبقوا يعني ما تطبقوا هم ناس الأرياف الجو في الاحتصام كان ناس المدن ذاتهم بيعملوا بنفس الإسلوب بالتالي كان فيه تغيير في اللحظة ديك لكن اللحظة هي ما ظاهرة المجتمع ده ما تغير قبل الظاهرة دي واستمر التغيير بعدها كان هي ظرفة محدد هدفه الأساسي كان الاتفاق على هدف واحد الظرف خلقوا الاتجاه لهدف أيوه الظرف خلقوا الاتجاه يعني ظروف البلد في الوقت ده وظروف الناس ورغبتهم في التغيير يعني كان ده واحد من الأهداف إنه عشان يقعدوا ويقدموا النموذي ده كان لابد من تحصر الحاية دي يعني الحاية دي ما مصنوعة لكن جاءت من دوافع داخلية فالدوافع دي إذا استمر الظرف حتى تكون مستمرة نحن يبقى مفترض أنه نشوف الظروفة التي قونت الظاهرة دي يعني الهدف ده مهمو التحدي على الهدف هل بالإمكان زي ما قالت نحن نعمل مشروع قومي يقدر يجمع الناس ويوحدهم في هدف واحد عشان تصخر سلوكيات يعني الهدف ده يقاد لأنه يؤدي لسلوك معين والسلوك ده عشان يوصلنا نقطة محددة لكن كلنا نجمع لأنه ده الهدف الحقيقي نحن دائر النقل يعني مثلا يعني القانون إذا كنا نحن وابد نطبق القانون فليكون هناك مثلا هدف أنه مشروع تطبق القانون بحزافيره بالتالي حتلغي العلاقات الاجتماعية حتلغي الخطأ حتلغي الحياة الكثيرة دي ويبقى ده ينزل في سياسات وينزل في إجراءات وينزل في إعلام يعني في الأخير يقود لسلوك السلوك ده في النهاية يوصلنا بعد 10 سنة 15 سنة 20 سنة أنا بفترض أنه يعني لغاية عمرنا ده في الأخير السلوك ما بتغير بالساهل لكن عندنا أجيال جاية يعني الحياة مستمرة ممكن الناس تبدأ يعني زي ما قلت من المناهج تبدأ من التقويم الأساسي تبدأ من حاجات الاتحد على الأقل بعد 15 سنة إحنا يكون عندنا نجيل ما زينا يعني ولا زي الناس القابلينا دكتور معازي يعني دايما لما نطرح مواضي عندنا علاقة بالثقافة والمجتمعات عندنا في السودان لما نرجع ليورا شوية بالتاريخ بنتباكي يعني على حاجات جميلة يحنا بنقول هي ما موجودة وبكون دايما عندنا يعني نظرة فيها أمل وتفاول للمستقبل في أنه إحنا نقدر نشيل حاجات شوية من الماضي معاهة تحديث وشيء من التعديل في الزمن الجميل داي بما المتاع عندنا في الحاضر بتاعنا في ظل الانفتاح الكبير الحاصل أنا قاعد أقول غانون التطور هو ارتقاء من مرحلة دنيا لمرحلة أرقع يعني الناس لما نتباكوا لي على الماضي طيب هل وصلنا للحاضر مش كده؟ من حصلة وماضينا معناها تاني احنا أصلا ممشينا غلط مش كده؟ طيب هل قاعدين نعجل المشاكل دي؟ مشان أغلط شنو عشان نصل للحطة دي؟ أنا بقول نشين ما هو يميل ونترك ما هو سي نضيف سلوكيات إيجابية زي ما ذكر الأستاذة الآن عشان ما تخلينا نبدع نبعد كده نحلي لأن إحنا مشكلتنا وين؟ هل وصلنا للنقاط دي شنو؟ قد تحسى قبل كنت بتتكلموا عن الغيادة والبتاع وكان في هدف واحد زي ما قدت وأنا وأخوي على ابن عمي اتفقنا ونا حسى والملحية دي زالت بقي زول رجع لحزبه بقينا في صراع يديد بزد هل حنخوط يدينا في بعض هنعين له هدف واحد اسمه السودان ولا كل زول بقي عين ليكوم ورجعنا تاني للقبلية والعنصرية لو كانت حزبية وقبلية حنلقى نفسنا فورطة يديدة يبقى الهدف الوطني اللي بنتكلم عنه شكله كيف الحيرصه ممنوع وحنشارك أحزاب كلنا فيه ولا كل زول حيكبر كومه ورا ونرجع تاني للأرانية بدل نفكر في وطن نفكر في حزب تكسي مكيكة مش كده ما دي حتب قلينا كارثة عشان كده زي ما قال مثلا في ماليزيا في ماليزيا خدت هدف اسمه الوطن اسمه ماليزيا الناس اشتغلت بصاد بغض النظر عن الحزبية حسان إيها لو اتحدنا بين نفس الفكرة الكام في الغيادة ده السودان ده بتبني وفي مشروع وطني ولا ما متفق معاي نفس السلوك الكام في الغيادة ده لو عم السودان كهدف واحد بغض النظر لكن حتى سلوكية تلفات يا دكتور ما عايزة تغيرت يعني بيقى فيه وراقب للآخر انتقاد كبير لسلوك الآخر يعني حتى الآخر ده هو لو عنده حاجة وقدر يقدمها بتقني انه في تخوف منه نحن بدل نقول انتقاد للآخر لو مسكنا في الانتقاد براه بيهدم برضو بيهدم الانتقاد براه بيهدم نحن بنقول تليها لسلوك الخطأ وزرع السلوك البديل اللي في علم السلوك السلوك اللي انت دائروا شو هل قاعد تشتغل قصاده ولا قاعد تتربص بالآخرين عشان توقعهم في المصيضة مش كده نحن دائرين سلوك جديد نخده ونعمر فيه البركب معانا في السلوك الجديد ده الباقين بالصغط وبرام مش كده يبقى ان نحن بدل نقعد نتربص بالآخرين نشتغل بالسياسات الجديدة لكون نجمع زي ما قولنا فيه مختجلة شغل كتير لك يا دكتور ما هو نحن نجمع في الدنيا دي الأديان دي كلها وضع عالم بتاع سلوك لو ما مشينا بما هو صحيح ما هنمشي الأديان دي كلها كانوا يتكلم عن الصدق والأمانة والعدل والمؤصح علم سلوك بيؤدي لحيانا أجحى ياتوا هالنفس المطمئنة أرجعي لها ربك راضية طب مرضية ترجع كيف النفس المطمئنة دي بما هو صحيح من سلوكيات صحيح فهلا نحن خد الأساسيات ولحن نقعد نلف وندور عشان حزبنا ينجح يبقيت أصلا لو حتلف وتعمل لناي عشان حزبك ينجح حتى بتوقع بلد الصحيح يسود صحيح لازم تكون آمين مع ذاتك حتى لو حزبك فهو خطأ تكون آمين مع ذاتك إن شاء الله ربنا يصح حالة البلاد وإن شاء الله المجتمعات السودانية حتوازا معاقل بتحديات الثقافة في مجتمعنا السوداني ولسه عندنا المزيد من المحاورة مختلفة مع ضيوفنا داخل الأستوديو بعد فاصل قصير انتظرونا أهلا من جديد مشاهدين في كل مكان متواصل معكم مرنوح بصراحة أكتر ونتكلم اليوم تحديات الثقافة في مجتمعنا السوداني محاور متعددة ومختلفة ما بين الماضي وما بين حاضر وما بين مستقبل ورؤى هي مستقبلية لكيفية تجاوز كتير من العقبات والصعوبات ممكن تكون في راهن اقتصادي سياسي وبنعكس على ثقافتنا وعلى سلوكنا كأفراد في المجتمع مرحب الزيوفي داخل السوداني أستاذ محمد الخير أستاذ المرضاح وأيضا دكتور معاز ونحن في محاور متعددة اللي هي بدلنا من الأطفال الصغار لأنه دا دا لهم كل المستقبل يعني مرين منك في عدد من المحاورة المختلفة انشغال كتير من الناس وما كتير الناس كل الناس صراحة بالوسائل التقانع والبعد عن الثقافات المتعددة والحديث عنها يعني كبير ذكر الدكتور في إنه الصينية دي ما موجودة عشان الناس تتداول الحديث والمعرفة والتوجيه وغيرها فبيخلوا أولادهم دير ويوجههم أصدقائهم الأم ممكن تكون مع صديقات أيضا يعني ف والمشغلين كمان بالتلفونات دي القصة بتكون كمان مختلفة لأنه العالم مفتوح وكبير جدا فالانشغال دا صراحة كان يعني كاسه سلب جدا على سلوكيات الأفراد فممكن الناس الأسرة فكأة يتفاجأوا لهم بسلوك مختلف من واحد من الأفراد ممكن يكونوا مصدومين يعني هو يكون بيبارس في السلوك دا لكن بشكل ما ظاهر فكأة يكون مصهر في الأسرة صحيح أنا عشان كده كده بيقلتها يعني خطورة الأشياء في الوصائد دي إنه المعلم مجهول ومرض بكون المعلم تأثيري جوي جدا يعني أنا عشان كده تقول إنه دور الأسرة السودانية لابد أن يعود لابد أن يعود رب الأسرة أنا بتفكي تماما مع دكتور معاز إنه لابد أن يعود رب الأسرة قبل الساعة ثلاثة في الصين الغد دي ما دروا تكون من عشرة أصناف ولا من خمسة ولا من ثلاثة أصناف تكون صينية ومعاها صحان ملاحو صحان صلطة زي أهلنا زمان الناس تقول لأنه كانت دي الصينية دي كان المؤتمر اللي بيقوا عدفونها قصة أي واحد بيقى داخل بيقول له والله يوم مية دي صندوقت شو يقرب على الحين وشايل تلافون وضوه بيطلع فبيقى المعلمين والأسات زي بيقوا مكتر وبيقوا مجهولين وبيقى أهدافهم ورسائلهم مختلفة ومرات بتكون مقصودة على فكرة ما زال ما خلاي يعني عفو الخاطر المرات بتكون في رسائل عشان كده أصلا مرات ما تتفاجئ منه تنجي فيه مواقع للإلحات وتنجي فيها عشرات أو بالمئات من الشباب وبيتناغشوا في مسائل حساسة جدا وما عندهم الخلفية الثقافية والخلفية الدينية اللي بيقدروا يتناغشوا بها عشان كده بيقوسها للإنقيات صحيح فأنا عشان كده بعوّل على إنه عوضت الأسرة السودانية إلى سعر العهد أنا أفتكد إنه بالرغم إنه هنه ببساطته مطلق التعليم الكافي لكن كان في حصار من القيم وحصار من الدفء الأسري ديمكن كان السبب فيه كان الأسرة السودانية ما كان في التفسخ والإنحلال أنا مبارا بقرة في إحصائية إنه دار المايقومة بتستقبل سبعمائة لقيت في السر دار المايقومة فما بالك باللذين لا تستقبلون دار المايقومة اللذين يصحبوا سهوا واللذين يقتلوا فأنا افتكد التفسخ الأسري عدى مراغبة الأسر لأبناء دي كارث تهدل المتبع السودان إحنا صحيح بنعاني من وضع اقتصادي صعب الأم أصبحت مشغولة بالعمل أصبحت مشغولة بالعمل أصبحت مشغولة لأنه لو رجعنا لعهد جريب الأم هي ركيسة البيت الموجودة من صلاة الفجر هي موجودة لحد ما تنوم عيالة دي الساعة تزعى تمانية بالليل لكن حاليا هي عاملة ده نتاعي الظروفة الاقتصادية شغالة ممكن تجي بعد زوجها ممكن تجي قبله في صراع سريع في إنها عايزة تلمى البيت عايزة تعمل الأكل فده برضو هو الوضع اقتصادي أو الوضع اجتماعي بيجى موجود مفروض علينا سحيح لكن هم تكون عكاسات برضو بالضبط يعني أنا أنا برضو مرات بقول للأم هات بيجوا ما قادريني لعبوا دورهم الكبير زي اللعبته أم يعني أنا ما بقدر ألعب نفس الدوام الكامل اللي كان بتلعب أمي معاي مع أولادي لأنه أنا برضو بكون شغالة بجي راجعة عمرات بكون مزاجي ما تمام نفسيا متطلبة البيت كده ما بلقى الوقت الكافي إنه أنا أتكلم مع أولادي بل شكل الصحيح يعني فأنا بفتكر إنه إحنا محتاجين إنه الأسر السودانية يعني تعود ما عرف الأهلية شنو أو الشكل شنو لكن لابد إنه نجد حل لابد إنه الأمة السودانية تعود لإنها تلعب دورها تكون هي المراقبة الأول تكون هي المعلم الأول أنا ما قدر فرصة لمعلم آخر إنه يعلم أولادي أنا أفتكر واحدة من الكوارث إذا دخلت المجتمع على السودانية هي الوسائط ماذا قدر نتعامل معها بشكل صحيح؟ الأسر زي خلت أولادي كده ينفتحوا عن المسألة بدون رغامهم تقدر تقول لي ولدك الآن وناس كثيرين قدر نجيب تلفون تشوفه بيتتكلم مع أولونا ما هلوم صغيرة كل ما لها السنين ما شخص يعني أنا عندي بيتم عمرها تلطة طهر سنة بلقاش إلى الموبايل وقاعدة بتوجه سنو هي بتتعامل مع أولونا بتتكلم فبقوم بلتف على كده لأنه مرات تقول لي كشني يعني كده عارفة اللي جيدة النظام اللي فيه خصوصية يعني انت دخلت يا تقروبات كده مرات بتفاجئ بلقا في تقروبات متاع الكبار بتعلق بلقا لكين وعن القروات تدخل كين منه فديفتكت دي مسألة خطري جدا عن المدى البعيد إحنا لابد إنو الأسرة السودانية دي ترجع تعود تلعب دورا كيف دي مزئولية جهات تانية مزئولية منزور تاعت مجتمع لكن الرهان على إنو المجتمع السوداني تعود له عافيته ونفتكر إنو لازم تعود للأسرة السودانية عافية الموقف الزكري حاجيكو أستاذ محمد